تظاهر في شوارع لبيرفيل تدعو المرشحين لرئاسة الجابون للوحدة ولحجد القوى في مواجهة المرشح علي بونجو وقد سبق للعديد من المرشحين أن أعلنوا عن التنازل لمصلحة وزير الداخلية السابق أندريم با أوبامي هذه الاستراتيجية ترمي إلى هزيمة المرشح الأوفر حظا علي بونجو ابن الرئيس عمر بونجو الذي توفي في حزيران الماضي بعد أن حكم الجابون أكثر من أربعين عاما باسم الشعب الجابوني الذي عانى الكثير والذي ينتظر مساء يوم الأحد للتحرر أظن أنه يتوجب علينا معرفة كيفية كبح طموحاتنا الشخصية المعارضة ترمي بثقلها لمنع علي بونجو من الوصول إلى الرئاسة وهو الذي تسلق السلم السياسي في عهد والده كوزير للخارجية ثم الدفاع والآن يشكل اسمه عائقا أمام الكثيرين نحن بحاجة ماسة للتغيير هذا مهم للبلاد ولنا جميعا كنا رهاء على مدى 42 عاما لذا نحتاج إلى تغيير حقيقي تفصيل صغير في حملة علي بونجو الانتخابية فاسم عائلته لا يذكر في الإعلانات لكن بعض المؤيدين يقولون أن لا ضرورة لإخفاء صلاطه بالنسبة إليهم علي بونجو هو التغيير إنه مختلف عن والده ويشعر أنه يجب عليه أن يفعل شيئا للجابون نريد السلام والتقدم ومع علي سوف نحقق التقدم تفوق علي بونجو على منافسيه واضح في شوارع العاصمة وصوره تنتشر في كل مكان يوم الأحد يقرر الجابونيون ما إذا كان هذا الوضع المؤقت سيتحول إلى ثابت